هجمات صاروخية مباغتة ضد الفصائل الموالية لإيران ومواقعها وهي ضربات ليست مباغتة فقط بل مؤثرة للغاية وتفاصيل هذه الضربات التي تمت يوم أمس وفي النهار تمت بشكل غريب وعجيب طبعا أكدت ومصدرين تحدثوا عن هذه الضربات وهي تمت من سلاح الجو الإسرائيلي ووزارة الدفاع الروسية قالت بأن أربع طائرات من طائرات الـ F-16 هي التي قامت بهذه العملية كما ترون هنا باللون الأزرق هي طبعا الجولان وكذلك اللون الأحمر وهذه المناطق باللون الأحمر هي سوريا وسيطرت نظام بشار الأسد وكذلك الميليشيات الموالية لإيران وقالوا بأن هذه الطائرات طائرات الـ F-16 لم تخترق الأجواء السورية أبدا بل إنها قامت بالضربات من داخل الأراضي أو حتى من الجولان مباشرة نفذت هذه الضربات بالصواريخ الصواريخ توجهت من هذه النقاط تقريبا إلى دمشق والأهداف كانت كلها هي عبارة عن مناطق موجودة شمال غرب العاصمة السورية دمشق وضربت أهدافا مهمة ومؤثرة للغاية سنأتي إليها بكل تأكيد وبالتالي هذا الكلام طبعا عن طائرات الـ F-16 اللي التقارير بدأت تتحدث عنها ولكن هناك أيضا تقارير جاءت من النظام السوري وكذلك من المرصد السوري لحقوق الإنسان قالوا بأن الهجمة صارت بصواريخ أرض أرض من شمال الأراضي الإسرائيلية مباشرة إلى هذه النقاط التي تحدثنا عنها اللي هي غرب وشمال غرب العاصمة السورية دمشق ولكن بكل حال طبيعة الأهداف التي ضربت هي كانت مثيرة للغاية دعونا نلقي نظر على طبيعة هذه الضربات التي تمت طبعا في الداخل السوري الأساس في هذه الضربات والهدف مالتهم كانت هي جنوب هذه النقطة هذه هي طبعا قرى الأسد النقاط التي استهدفت هي في هذه النقطة وفي هذه النقطة هذه كانت الأهداف الأساسية لطبيعة الهجوم اللي يسوه ولكن بسبب أن هناك دفاعات جوية في هذه النقطة التي تمثل الديماس منطقة الديماس موجودة في سوريا وكذلك هذه النقطة اللي هي طبعا ضاحية قدسية السورية واللي بها أيضا دفاعات جوية وكذلك هذه النقطة اللي هي قريبة من المزة أيضا هي أيضا بها دفاعات جوية الواضح جدا بين الدفاعات الجوية التي عملت هي عملت اللي موجودة في القدسية لذلك بالنسبة للإسرائيليين هم مو بس استهدفوا هذه النقاط التي تحدثنا عنها بهذا الاتجاه ولكن هم أيضا الإسرائيليين حسبوا حساباتهم وسمع عدوي الانفجارات في ديماس وكذلك سمع عدوي الانفجارات هنا وشهد أصلا في ضاحية قدسية بشكل مباشر واستخدمت طبعا ثمانية صواريخ في هذا الهجوم من قبل الصواريخ الإسرائيلية صاروخين استهدفتهم وتمكنت منهم وتمكن منهم الجيش العربي السوري من التصدي إليه ولكن ستة صواريخ ضربت أهدافها بكل دقة دعونا ندخل بالتفاصيل بشكل أكبر لطبيعة الأهداف الرئيسية التي تحدثنا عنها الآن بالنسبة لهذه الضربات شنو اللي حققتها حققت أولا قتلت خمسة من الفصائل الموالية لإيران من حزب الله في اجتماع بحسب التقارير كانوا هم موجودين به وضربتهم بشكل مباشر وقتلتهم جميعا وهناك جرحة وهذا الرقم مرشح أن يتصاعد بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان والكثير من التقارير الأخرى كذلك اثنيا من الجيش العربي السوري وأثناء تصديهم لطبيعة الصواريخ الإسرائيلية اللي هي ضربت العاصمة السورية دمشق جرحوا وليس هناك قتل على الأقل حتى هذه اللحظة ولكن أيضا واحدة من الأهداف الرئيسية اللي صارت هي عملية استهداف هذه الشحنة شحنة قادمة من الأسلحة والذخيرة والعتاد هي كانت موجودة في هذه النقطة جنوب قرى الأسد وكان من المفروض أنه ينقلون هذه الشحنة بشكل مباشر عن طريق طريق زراعي صغير بهذا الاتجاه إلى هذا الطريق اللي هو طبعا يمثل طريق دمشق بيروت اللي هو يتوجه مباشرة إلى لبنان فشانت الفكرة أنه تنتقل هذه الأسلحة إلى الداخل اللبناني ولكن الإسرائيلي منعوا ذلك وقاموا بهذه الضربة في وضح النهار في النهار هذا أمر نادر جدا وفي يوم السبت وكذلك في العاصمة السورية دمشق بها تحول كبير جدا هذه العملية إذا ما ردنا ندخل في تفاصيل الضربة اللي صارت بهذه النقطة تحديدا التي شهدت بهذا الشكل أعمدة الدخان وإذا ما ركزنا هذا هو الطريق الزراعي الذي تحدثنا عنه الطريق الصغير اللي يتوجه إلى طريق دمشق بيروت اللي من خلاله تدخل إلى لبنان وهذا المبنى طبعا سنلاحظ بأنه فعلا المنطقة التي ضربت هي هذه النقطة بهذا الاتجاه هذا القراج اللي تشوفوه ولكن في صورة حديثة جدا للأقمار الصناعية ليست متوفرة في أغلب الأقمار الصناعية لوحظ أنه قبل ما الضربة هذه تصير تحول هذا الموقع اللي أشرت لكم هو تحول إلى مخزن إلى ويرهاوس إلى مستودع للقنابل والصواريخ والعتاد فواضح أنه العتاد النقل إلى هذا المخزن أو المستودع الجديد ورادوا ينتقلون به ولكن الإسرائيليين ضربوا وسووا مع الأرض أما بالنسبة للنقطة الثانية التي يجب أيضا أن ننتبه إليها وتحدثنا عنها طبعا نحن الآن تحدثنا عن هذه النقطة الآن دعونا نتحدث عن هذه النقطة الذي يشتبه بأنه كان بها الاجتماع لميليشيات حزب الله اللبناني وكذلك الفصائل الموالية لإيران لم يتم التعرف عليهم إذا ما كانوا هم سوريين أو غير سوريين عراقيين لبنانيين غير واضح الضربة كانت بهذا الشكل لو لاحظنا هنا تحت سنلاحظ بأن المبنى فعلا تم تسويته مع الأرض وإذا ما حاولنا نأخذ صورة أوضح حتى نشوفها بالأقمار الصناعية بشكل أوضح هذا هو المبنى الذي دمر طبعا مع الأرض وإذا ما قارناه بالمبنى اللي موجود هناك سنلاحظ فعلا بأن المبنى الذي يضرب هو هذا المبنى اللي يشتبه بأنه كان الاجتماع بي لحزب الله وللفصائل الموالية لإيران هذه المنطقة بشكل عام التي نتحدث عنها هي منطقة كلها عبارة عن مستودعات وقيادات للفصائل الموالية لإيران ولحزب الله مليئة جدا هذه المنطقة بهؤلاء ولكن أيضا دعونا أيضا نركز على طبيعة الضربة اللي صارت ضد الدفاعات هناك أمور مثيرة صارت بطبيعة الدفاعات والضربة اللي تعرضت لها الدفاعات اللي موجودة هنا في قدسية تحديدا إذا ما جئنا إلى الصور التي التقطت للبطاريات التي طبعا ظهرت بهذا الشكل وأعمدت الدخان وهي ترتفع منها من خلال هذا التصوير من خلال هذه الزاوية نستطيع بسهولة أن نعرف من القمر الصناعي بأن الصور التقطت تقريبا من هذه المباني وهذا المجمع السكني بهذا الاتجاه على هذه البطاريات الدفاعية التي هي موجودة تابعة للجيش العربي السوري على بعد كيلومترين تقريبا دعونا نقترب قليلا من هذه الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري وسنلاحظ فعلا بأن هناك عدد من البطاريات لا بأس به في هذه النقطة التي هي توفر الحماية للأجواء السورية هنا ثلاثة بطاريات هنا بطارية هنا بطارية دفاعية مضادات جوية يعني منتشرة في كل مكان حقيقي يعني إذا ما أخذنا مثلا ثلاثة من الصور بشكل مقرب حتى نتأكد من عدها فعلا هنا ثلاثة مضادات جوية بهذا الاتجاه هذه أيضا مضادات جوية بها أنواع نوعين منها الروسية طبعا أغلبها اللي هم محصلها الجيش العربي السوري بشكل مباشر الآن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت أيضا على هذا الضغط واضح هذا الضغط الإسرائيلي الكبير الموجود الآن على الميليشيات الموالية لإيران ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت من يوم الجمعة بضغط عالي جدا وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة من قيادات الحرسة الثورية الإيرانية والمختصين في تطوير الطائرات المسيرة وكيانين شركتين إيرانية مختصة في تزويد مكونات الطائرات المسيرة بشكل مباشر وهذه طبعا تأتي بعد الإثباتات الكثيرة اللي ثبتت الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ثلاثة أشهر تأتي هذه العقوبات من هذا الهجوم الذي طالت ناقلة ميرسر ستريت الإسرائيلية قبالة سواحل عمان اللي ضربوها طبعا الإيرانيين بالطائرات المسيرة وأحرقوها وقتلوا ثلاثة من طاقم هذه السفينة الإسرائيلية واضح جدا بدأوا يستخدمون عوام الضغط كبيرة جدا وأيضا لوحظت هذه الطائرة الأمريكية القاذفة الأمريكية الهائلة والكبيرة اللي هي البي وان بي قاذفة الأمريكية اللي هي طبعا أسرع من قاذفة البي ففتي تو الأمريكية وهي تطير فوق إسرائيل يوم أمس نفس اليوم اللي ضربت نفس يوم اللي صارت طبعا من قبل الإسرائيليين بشكل مباشر ولوحظت هنا طائرة الأفففتين الأفخ مستعش الإسرائيلية وهي تطير بجانب هذه الطائرة البي وان بي القاذفة الأمريكية وهذه أصلا القاذفة توجهت إلى الخليج وطارت وياها طائرات من السعودية طارت أيضا طائرات وياها من البحرين طارت وياها طائرات عربية توجهت إلى الخليج العربي إلى مضيق هرمزي إلى البحر الأحمر إلى مضيق باب المندب وبالتالي رسالة واضحة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ملتزمة بشراكتها مع شركاءه وأنها لن تستغني عنهم وفي رسالة واضحة جدا من الضغط على إيران بشكل مباشر وبشكل عالي من أجل الحصول على قضية مهمة جدا أمريكان رايدين قضية واحدة فقط ألا وهي واضع تاريخ لطبيعة المفاوضات النووية محاولات كبيرة جدا إلى يوم أمس ابنفسيان ضربت إسرائيل وابنفسيان طيران البي وان بي القاذفة الأمريكية بيدورون على قضية موعد أين هو الموعد؟ يبحثون عن موعد من إيران ولكن هذا الموعد ليس واضحا حتى هذه اللحظة بكل تأكيد وإذا ما تم إعلان الموعد أو ما تم إعلان الموعد سيلعب أدوارا كبيرة بالتأكيد ضد إيران وضد الفصائل الموالية لإيران ترجمة نانسي قنقر